منذ حوالي يومين ثلاثة اتمأنين على حالته وعلى طول نزل وعمل اجتماعات أول حاجة راح مدينة نصر عمل اجتماع مع لجمة التخطيط عمل اجتماع مع إدارة قطاع الناشئين بحضور الكابتن بدر رجب المدير الفني للقطاع والكابتن وليد سليمان رئيس قطاع الناشئين وعلى طول شافوا بقى إيه اللي محتاجوا لقطاع خلال الفترة الجاية كمان بالمناسبة عايز أقول يعني أتمنى للشفاء العاجل يا رب بإذن للك كابتن بدر رجب يمكن الفترة الحالية بيمر بوعقة صحية ولكن رغم ذلك الرجل حريص جدا يكون موجود في ملاعب النادي الأهلي في مدينة نصر بيحرص دايما يكون موجود في الاجتماعات الاجتماع بالمدربين التحضير لمباريات القطاع الناشئين في المراحل السنية المختلفة فأمل ألف مليون سلامة كمان على كابتن بدر رجب اللي تعرض لوعقة صحية كده في الفترة الأخيرة عموما كابتن محمود الخطيب كان حريص أنه يعمل اجتماعات مهمة جدا في مدينة نصر مباريح وشوفنا حتى بعض الصور الخاصة بالاجتماع بحضور لجنة التخطيط بحضور الكابتن بدر رجب بحضور الكابتن وليد سليمان بحضور الكابتن حسام غالي عضو مجلس الإدارة والمنصق ما بين مجلس الإدارة ولجنة التخطيط وقطاع الكورة عشان يشوف القطاع اللي احتياجات اللي محتاجها القطاع خلال الفترة اللي جاية ولكن إن شاء الله الفترة جاية يكون في بعض الأمور اللي هتسعد جماهير النادي الآلي على المستوى الإنشائي وعلى المستوى الإداري وعلى المستوى التنظيم الخاص بفريق الكورة والاستحقاقات القادمة لفريق الكورة في الفترة اللي جاية مع قرب مشاركة الآلي في أهم حدثين على مستوى العالم على فكرة دور الإفريق السوبر ليج وكأس العالم للأندية عموما النهاردة وبعد الاجتماعات اللي عقدت بالأمس كابتن محمود الخطيب قرر بصفة رئيس النادي والمشرف على الكورة عقب اجتماع اليوم أيضا مع لجنة التخطيط برئاسة الكابتن محسن صالح وعضوية الكابتن زكريا ناصف وفي حضور الكابتن حسان غالي عضو مجلس الإدارة تعيين الكابتن محمد شوقي نائبا للكابتن بدر رجب المدير الفني لقطاع الناشئين جاء هذا القرار في إطار تدعيم القطاع بالكوادر الفنية المؤهلة في ظل تعدد المهام التي تحتاج إلى جهود كبيرة وقع الاختيار على الكابتن محمد شوقي نظرا لما يملكه من سيرة ذاتية متميزة وتمتعه بكفاءة عالية وشهادات تدريبية ومقاومات شخصية تساعد على إفراز المواهب فضلا عن تاريخه الكبير مع الأهلي وتحقيقه العديد من الإنجازات عندما كان لاعبا على المستويين المحلي والقر مبروك للكابتن محمد شوقي كل التوفيق لي رب إن شاء الله في المرحلة اللي جاية محمد شوقي يا جماعة فترة طويلة جداً خات خبرات كبيرة جداً من العمل في المنتخب الأوليمبي والعمل في المنتخب الأول مع البرتغالي قارلوس ساكيروش اللي تولى تدريب منتخبنا في كأس الأمم في الكاميرون والوصول للمباراة نهاية ولولا الحظ يعني ورقلات الجزاء الترجحية هي اللي رجحت كافة السنغيل على منتخبنا الوطني فشوقي عنده خبرات كبيرة ده على المستوى التدريبي لأنه اشتغل في المنتخب الأولمبي اشتغل في المنتخب الأول فدوره كمدرف في المنتخب الأولمبي مع كابتن شاو غريب في أولمبياتا توكيو كانت فرصة كويسة أن الكابتن شاو يعرف البراعم والقطاعات الناشئين بتشتغل إزاي اللعيبة مقومتها إيه ممكن يقدم إيه فأعتقد الخبرات اللي خدها من خلال عمله في المنتخبات أكيد هتبقى إضافة قوي جدا في عمله في قطاع الناشئين مع الكابتن بدر رجب المدير الفني للقطاع وخبرات شاو أعتقد كمان على المستوى الفني كلعيب لعب لعب مع منتخبنا الوطني في أحداث كبيرة وكان من الجيل الزهبي اللي أحرز مع منتخبنا أكثر من بطولة إفريقية لعب كأس عالم للقراط لعب مع النادي الأهل بطولات إفريقية على مستويات كبيرة جدا لعب مع الأهل كأس عالم أندية فلو بتحط سيفي والسيرة الزاتية لمحمد شاو إيه لا الكافة بتاعته هتبقى كبيرة جدا أو كافة يعني بترجح وجوده على مستويات كبيرة جدا نظرا لما يملكه من خبرات كبيرة سواء على مستوى الخبرات كلعيب أو حتى لما اشتغل كمدرد فنتمنى يا رب يكون إضافة قوية للقطاع الناشئين مع الكابتن بدري راجب خلال الفترة اللي جاي لقد قمت بترجمة نانسي قنقر